موسيقى اهلا بكم في عام 2014 يعني من 8 سنين كان الاكتفاء الزاتي من اللحوم يعني ما ننتجه من اللحوم الحمراء 35% من حجم استهلاكنا وبالتالي كان عندك عجز 65% النهاردة ارتفع الاكتفاء الزاتي من 35% ل60% طبعا انت قالت تقول لي يا خير يا ريتو بارتفع ده كله اللحمة بقى 200 جنيه والكلام بس انا بقولك تبقى عارف بس ارقام يعني عشان كده جي المشروع بتاع الدولة المصرية مشروع قومي لتسمين البتلو النهاردة عندنا فقرة حوارية مهمة جدا تتكلم عن الصروة الحيوانية وعايز اقول لحضرتك احنا عندنا 8 مليون راس بس للأسف مش كلهم ماشية داخل فيها الدواب كمان يعني ليها الحمير لمواخذ يعني بس عندنا الابقار الجموس عندنا 2 مليون بقرة وجموس اناس منها ازاي ننمي الصروة الحيوانية دي علما بان 70% من اجمال الصروة الحيوانية يدرها صغار المربين يعني لازم نطبطب عليهم لازم نشوفوا بشاكلهم لازم نقرب منهم لازم ندعمهم لان بيقولك 70% من اجمال صروتنا الحيوانية عندهم ده فقرة حوارية النهاردة هتبقى في قرب نهاية البرنامج مع استاذة الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الانتاج الحيواني لكن تعالوا بقى اخدكم على رأش اقتراح ما اقدرش اقولك ان انا ما عجبنيش الاختراح لا عجبني الدكتور عباس شمان ده كان وكيل الازهر حاليا هو رئيس لجنة الفتوى بالازهر استرع انتباهه حفلات الافراح اللي بيبقى فيها بزخ شديد تجايب بقى المطرب الفلاني والمطربة العلانية والراقصة الشهيرة واو واو كلام وعمل بقى في فنادق ايه واكل ايه انا بقى رأى وقت افراح يقولك الاكل جاي من اوروبا يعني هو مفيش اكل في البلد دي مفيش ديليفري مثلا يقدر يجي لنا الافراح لكن عباس شمان مع حفظ الالقاب بيقترح ايه ان تفرض الحكومة ضريبة مقدرها 25% لمثل هذه الافراح يعني انت رايح دلوقت في فندق وراح تتفق على القاعة والبوفيه واللي 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 فقالك ادفع لي 5 مليون جنيه الدولة تروح داخل ايه تقولك عليها ضريبة 25% او تقدر الحكومة تقول ان اي فرح تكلفته تتجاوز مبلغ كذا احنا هناخد 25% بس دكتور عباش شمان بيقول ايه استني احكومة بقى انت ما تاخدش ال 25% دي وتودها لي الموازنة العامة للدولة وتسيح بقى نعمل بها اللي احنا عايزين نعمله لا دكتور عباش شمان بيقترح هنا ان نسبة 25% تذهب لإعانة الشباب غير القادر على الزواج الفكرة عجبتني وممكن يا سيدي ما تبقاش ضريبة تبرح مش اللي ترايح تعمل فرح بالشيء الفلاني يعني اللي يدفع 10 مليون يدفع فيها مليون 2 مليون ويبقى فيه صندوق هنا بقى انا اتمنى المبالغ دي تروح للأظهر الشريف ما تروحش وزارة المالية لان الأظهر الشريف هو الجهة اللي احنا ناصق انها هتنفق فيها المال على هذا البند المخصص لي كمان دكتور عباد شمان بيقول ان فيه افراح كتيرة جدا بيتم تنابل فيها الخمور والمخدرات وبيقولك هذه افراح غير مبارقة والزيجات اللي فيها لازم تفشل لان فرح اقيم على غير ما اراد الله يعني لان فعلا بقى فيه افراح بس اغلبها شعبي اغلبها شعبي الافراح اللي هي الفايف ستارز اه ممكن يبقى فيها تناول الخمور بس انا هنا ما بكلمش او بقيم الناس اخلاقيا ولا دينيا انا ما ليش دعو ده بس انا بنقل لك رأي دكتور عباد شمان بيقولك كل غالبية الافراح بقى فيها حشيش وخمور اذا اقيد الدكتور عباد شمان في اقتراحه بان تفرد ضريبة مقدرها 25% على الافراح اللي هي فيها بسخ بس هنا بقى عايزين نقول للحكومة ايه لازم تحددي اول حاجة ايه الفرح اللي فيه بسخ يعني الفرح لو تجاوز مثلا 200 الف 300 الف مثلا يعني معرفش هل كل فرح القانون هيعرف البزخ ازاي دكتور عباس ولا نقول انه كل فرح يقام فيه فندق خمس نجوم يبقى فيه رسم ليه الازهر الشريف عشرة في المية لإعانة الشباب ونشوف الرسوم مثلا على المطربين اللي بيغنوا معرفش دول بقى نظامهم ايه لكن كمان دكتور عباس شمان بيقول لو سمحتم والمأزون عمال يكتب المهور عايزين برضو نفرد ضريبة على المهور العالية بس انا اخشى هنا ان يحصل تهرب هنا يعني دكتور عباس بيقولك واحد هيعمل معه لعروس طوال عشرة مليون جنيه طب احنا عايزين اتنين مليون جنيه تروح للازهر بقى انا حددت دكتور احمني للجهة اللي تتولى تزوج الفتيات غير القادرات الازهر الشريف ويتصرف مبلغ يعني تؤخذ دريبة على المهور ده طبعا ما ينفعش الا بتشريع قانوني يعني من البرلمان او قرار بقى اداري يطلع من السيد رئيس الوزراء لكنه اقتراح في حد ذاته يستحق المناقش بعد طبعا حفلات البزق والافراح واللي الملاح انا عايز اقول بس اصل شكل ايه عباش وما الراجل طيب كده عايز اقول له يا فضيلة الدكتور عايزك تركب عربيتك الثلاث شهور الجايين كده وتمشي في السحل الشمالي ده انت مش هطفر الضريبة على الافراح ده انت هطفر الضريبة على الحفلات اللي بتقام على السحل الشمالي انت بس تلاقيك مش متابع يعني لا ده فيه افراح فيه لها الملاح تقدر تعب فيها مبلغ محترمة جدا من حق الناس تصرف اه من حق اه تصرف عشان برضو ما بحبش نظريت تقليب الفقراء على الاغنياء خلي بالك لو انت هتزود قوي وتتجاوز اللي هيحصل كل واحد سري هيروح رايح تركيا الاردن عمل فرح ومعزومه هيركبوا الطيارة باربع خمس تلاف جنيه وشكرا يعني برضو هي سلاح زوح الدين بس محتاجة منقش اقتراح جدير بالنقش نطلع من دكتور عباش شمان الى نطلع كده من مشيقة الازر ونعد على وزارة الاواف دكتور محمد مختار جمع بها له فترة ما ظهرش عندنا هنا في المصر ما فان دي بقراراته يعني لكن وزارة الاواف خدت قرار قالتلك احنا اساسا لغينا السناديق بتاعت التبرعات في الجوامع وعليه الرقم واتساب اي مواطن اي مصلف جامع يعرف ان في جامع بيعمل سندوق يجمع فيه تبرعات ابعت لنا على الرقم الوادساب ده هو بالمناسبة رقم الوادساب زيرو اتناشر صفرين حداشر خمسة اتنين ستة تماني هتلاقوه منشور على موقع اليوم السابع بيقولك يا مؤمن لو انت روحت كده وقفشت سندوق صوره وابعت بس على الوادساب ليه وزارة الاواف طب ايه اللي حصل اللي حصل ان فيه قضية حصلت فيه اسم شرطة تاني المحلة محضر اتعمل محضر ليه لان فيه مواطن لص يعني دخل احد المساجد لقى صندوق تبرعات قفش فيه وراح واخده طبعا اتصور واتعمل محضر واتقبض عليه طبعا اتجرس وطلع عين اللي جابوه وزارة الاواف هنا بقى عكشت مين المسؤولين عن هذا المسجد خطيب امام حارس ايه السندوق ده مش انا لاغي يا سندوق يبقى انتوا ازاي عملتوا سندوق عملتوا ليه سندوق فورا فرحوا واخدين قرار بعقاب المسؤولين عن هذا المسجد وجددت وزارة الاوقاف بيانها الشهير او الاشهر خلال الاسابيع الماضية لما ألغت جميع سندوق التبرعات في المساجد وحددتلك حسابات محددة في البنوك بتقولك لو انت عايز تتبرع لجامع لفرش لسجات لنجف لإضاء لتكييف لبناء عليك ان تتبرع في هذه الحسابات عشان انا كوزارة اوقاف انا بضمن لك انها فعلا هتوصل للمكان اللي انت عايزه بدل ما يستولى عليها البعض ويعودوا يصرفوها خلي بالك انت هتكتب الحاجات دي وانت بتتبرع تقول مثلا انا في قرية كذا انا بتبرع ليه المسجد الفلاني يبقى ما فيش سنادي تبرعات في مساجد مصر المحروسة خلاص واللي هيتعكش هيتعكش عايز بقى اروح الى زلزال زلزال لصالح الدولة المصرية زلزال مهم ركز معايا كده وتقطع لودانك كلام حلو دلوقتي معاملات مصر الخارجية عايزة تشتري امح عايزة تستورد عربيات عايزة تجيب كمبيوترات عايزة تجيب اكل لازم توفر ايه الدولار فمصر بتوع تدور على الموارد اللي بتجيب بنا الدولار اللي هي ايه السياحة قناة السويس المصريين اللي عاملين في الخارج الصادرات احيانا الدنيا بتضرب زي اليومين دور فيبقى اراداتك الدولارية اقل مما تحتاجه للإسترات طب هنعمل ايه هنعمل ايه دي مشكلة في الازمة الروسية الاوكرانية ولأسباب سياسية اقتصادية قرر الرئيس الروسي بوتين بايه اللي عايز يتعامل مع روسيا ويستورد غاز يقبضني روبل اوروبا متخلقا مع روسيا امريكا رفضة لان ده بيهز عرش الدولار كعملة دولية رقم واحد ايه لم تكن الاوحد مليش فيه بس النهار ده وزير التجارة والصناعة الروسي بيعلن ان احنا خلاص بنتفق مع مصر على اعتماد التبادل التجاري بيننا بالجنيه والروبل الله 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 ايه الكلام الحلو ده يعني ايه الكلام ده يعني انت جاي لك كم سايح روسيا هتشتغل معاه بالروبل وتاخد الروبل تدي الروسي تستورد بيه قمح وبعد الروسي تروح باعتقولك تاني مستوردة بيه حاجة منك الميزة ايه مش هتتزنق دولار مش هتتزنق بس هنا عايزين بقى نقعد نتكلم في كم حاجة واحد مدى تدول الروبل فيه السوق المصر في المصر اخباره ايه هل هو متاح في الاسواق طيب الشباب اللي شغالين في السياح اللي بياخدوا تيبس من هنا متعودين على ايه دولار يا يورو في الاغلب يعني طب لو واحد سايح روسه اداله خمسة روبل هياخدوا مفروض ياخدوا لانه هيروح البنك يغيروا تعالوا بقى نعرف تفاصيل القصة من استاذنا الدكتور متحة نافع الخبير الاقتصادي مساء الفل دكتور متحد يا فندم وتحياتي لحضرتك والمشاهدين الكرام تحياتي تعليقك على تصريحات وزير الصناعة والتجارة الروسي على اعتماد الروبل والجنيل مصري في التبادل التجاري بين الدولتين انا بشكر حضرتك للمقدمة والتبسيط وخليني اوضح بس ان حجم التبادل التجاري المصري الروسي بالكاد يقترب من خمسة مليار دقائم معظم الميزان يعني بايز او منحارف او منحاز تجاه روس يعني نحن مثلا احنا بنستورد بما يقدر باربعة مليار وروسيا بتستورد مليار بما يقدر بما اقل قليلا من السيار طيب ماذا يعني ذلك يعني ان اولا يعني طبعا القيمة السياسية لفكرة التحول الى العملات المحلية في التداوئة او المحلات الوفمية يعني للتبادل التجاري هو يعني هو الأكبر يعني الاثر السياسي اكثر منه لان في نهاية هي عملات صعبة نحن نبحث عن عملات صعبة وحتى نقيم ونرقيص بدلاث ماذا الدولار برضو هيتاخد كعملة وسيطة لتقييم الجنيه والروبل ما هو اكيد احسنت يعني هو العملة قوية وعملة التداول التجاري بنسبة 80% في العالم اوار فستظل هاي المعيار هاي الاسبت هم بحي يحسبوا الحاجة بالدولار ويحولوها للجنيه او الروبل مثلا فكم القياس هتظهر تستخدم الدولار بي اول حاجة تظهر عندي انا بقى مشكلة مش عند روسيا انا لما خلاص انا صدرت وجالي ما مخداروهم مليار دولار بس بالروبل وعايزة استورد اربعة مليار من عندي عجزة تلاتة مليار كده اجيبهم بنين اروح اشتري روبل شراء الروبل اصعب من شراء الدولار او توفير الروبل اصعب من توفير الدولار ليه اشرح لي من عندي تلاتة مليون سائح روسي بيجيلي لو كل سائح سرف لألف روبل هايبه معايا تلاتة مليار روبل طبعا انا بكلمك على حجم الميزان الحالي جدا لما هو مؤمن يعني ده الحجم الحالي بما فيه السياحة وبما فيه ده الميزان التجارة والخدمات فيما اعلم انه لا يزيد عن خمسة مليار في الاجمال يعني اربعة منهم تقريبا بيروح روسي فده بس ده شكل من اشكال المشترك وكل الاحوال حتى لو ما كانش داخل في التقديرات دي التقس احيل ولو اني اشكر هيظل برضو منحاذ الى حد ما تجاه روسي وبالتالي ما يتوفر لدي من روبل لن يكفي من اجل الاستراض من روسي فكبع عند مشكلتي وانا بفتح حتى مجلو السنة دي او انا مستسر ومستولد وعايز ادور على الروبل مش على ايه وحطالب المنوك انه يتوفره طب فيه اسئلة بقى هل منظمة التجارة العالمية توافق على كده هل امريكا توافق على كده هو من حقك انت الحقك اه الحقك اه بس ليس كل حق لك في هذا العالم بتقدر تمرسه او تاخده يعني فيما يتعلق بتبادل تجاري ثنائي ومعاملة بايلاترال ما ده حيحصل بين الصين والسعودية اه ده اتفاق خلينا برضو نكون واضحين يعني ما هو تأثير هذه المعاملات الصينائية وقرارة بحكم التبادل التجاري العالمي مهما كان حيظل برضو هي نسبة خيارة مش هتأثر بشكل جدير والحقيقة نسبة فيها للبارترل او لازاي ان انا ابدو اعمل تبادل كيف يعني انا ما بستخدمش العملة اصلا يعني فيه مثلا احنا محتاجين من روسيا حديد وروسيا بتاخد منها مثلا اي نوع من نوع الماتيريا الاخرى او البارد الاخرى ويتم التقييم تم المقايدة بالضبط كده وتستخدم طبعا اسعار في الحالة دي مش محتاجين بغير الاسعار عالمية موجودة في البورصات العالمية للسنع والحدد طب ليه الروسيا مرحبة انها نشتري منها بالروبل ويتشتري منها بالجنيه يعني ما هي لازم تراحب هي المستفيدة اكتر مني هي المستفيدة اكتر مني هي المستفيدة طبعا اكتر مني وبعدين هي بتحاول تحاول العالم كله وانا اقول لك مكسب سياسي اكتر يعني هي عايزة تبين نحن هنستغنى عن الدولار لكن حتى انا كنت في البارح في مدخلة وكان معايا يعني اغبير فروسي في الجانب الاخر من المكالمة كان بيكلب عنه ليس في المستقبل المنظور ابدا تجم الاستغناء عن الدولار او حتى حالته من مركزه الحالي كعملة تبادل تجاري يعني هيظل الدولار هو العملة الحاكمة في التبادل تجاري الدولي لسنوات طويل الدولار بكل معايير وظيفه لان معايير القوة لها وظيف كتير وظيف الروبل بمعايير وظيفته كعملة احتياطي وكعملة تبادل وكعملة تقييم ديون وكعملة سادات ديون وكعملة تسويات هو في مركز عالي جدا يليف التقييم اليوروب بمسافة بعيدة قوي ثم باقي العمليات الأخرى الروبل لا يكاد يقارن الروبل بعيد جدا طبعا كلما كان حجم تأثيرك في الدولار عفوا في التجارة وكلما كان حجم اقتصابك كبير تقدر تأثر كعملة لكن حتى الصين باقتصابها كبير ما قدرتش انها تنافس اليوان ما يقدرش نفس الدولار دلوقتي لان وظيف اليوان بازالت بعيدة جدا عن وظيف بس اليوان اعتمت دوليا كأحد العملات الرئيسية هو السحب لكن شوف نسبته اللي دخل بيها دخل بنسبة ليه يا جماعة دخل بويه الوزن اللي دخل بيه مازال اقل قريلا من الدولار ومن اليورو لكن طبعا قطع شوطا اكبر كثيرا من الروبل طب ازاي رقم السن بتشارك ب13% من حجم الناتج العالمي مضبوط وامريكا قرابة اربعة وشيب في المية فليه السن مش قادرة يعني ما هو مش ميشات مش قادرة هي مثال زي ما قلت حضرتك استقلاف العملة لها ابعاد كتيرة جدا صحيح ولها علاقة بقوة الدولة وتأثير الدولة وبمدى استقرارها السياسة وبمدى استدامتها وخلي بالك جوز كبير من حجم الاصطاب الصيني يعني يستهلك بداخلي يعني ومعير قوة قائمة من قوة السوق الصيني نفسه صحيح مختلفة عن التأثير الممتد الخارجي للوقت المتحدة ومساء الأخرى يمكن أكثر تعقيدا نحن نقولها المشاهدين لكن في كل الأحوال يعني زي ما بقول لحضرتك هي خطاة بتحاول فيها روسيا تصلل من حجم الضغط عليها وحجم التأثير الكبير والمقاطعة طبعا عامل أثر أشكرك شكرا جزيلا دكتور ميت حتنافع الخبير لكسواتي وبمناسبة روسيا في منتدى دلوقتي اسمه سان بوتروس بورك بيقام في روسيا منتدى في دورته الخمسة وعشرين منتدى اقتصادي تحت رئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصر بتشارك بجناح كبير جدا في هذا المنتدى والنهاردة الرئيس عبدالفتاح السيسي شارك في هذا المنتدى عبر خاصية الفيديو كونفرنس هنشوف كلمة السيد الرئيس الجمهورية في هذا المؤتمر أو المنتدى ونطلع بعد فاصل بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا للتحادية السيدات والسادة الحضور الكريم اسمحوا لي بداية أن أتقدم لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين بخالص تهنئة بمناسبة حلول اليوبيل الفضي لتدشين منتدى سان بوتروس بورك الاقتصادي الدولي والذي أصبح منذ عقده لأول مرة عام 1997 منصة رائدة لمجتمع الأعمال وحدثا اقتصاديا متميزا يسعى لمناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية التي تواجه الأسواق الناشئة والعالم السيدات والسادة تحل جمهورية نصر العربية كدولة ضيف في دورة المنتدى لهذا العام في ذكر انطلاقه الخامسة والعشرين بما يؤكد على المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية على مدى السنوات الأخيرة ويعقد منتدى هذا العام في زل ظروف وتحديات سياسية واقتصادية غير مسبوقة وزاد طبيعة استراتيجية ونأمل في أن تسهم مخرجات المنتدى في إيجاد الحلول الفعالة لهذه التحديات وبالشكل الذي يخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيتها السلبية على العديد من دول العالم وخصوصا على اقتصادات الدول النشاء وكذلك على النحو الذي يأخذ في الاعتبار مخاوف ومصالح جميع الأطراف ويحقق أمنى الشعوب والطمأنينة لها عبر تفاهمات سياسية طويلة البدى تفتح المجال لنمو الاقتصاد العالمي لا سيما في أعقاب جائحة كورونا الحد التي كلفت مجتمعتنا ضحايا وأموالا وموارد طائلة تجعلنا حرصين على تفادي أي تباطئ في الاقتصاد العالمي السيدات والسادة دعوني أغتنم هذه الفرصة لأكد أن جمهورية نصر العربية تعتزب علاقات الصداقة التاريخية الوطيدة مع روسيا الاتحادية كما تعتز بالتطور البلموس الذي شهدته العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة في العديد من القطاعات الحيوية لاقتصاد البلدين ولرفاهية الشعبين لقد انخرطت جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية على مدار السنوات الأخيرة في تنفيذ مشروعات كبيرة وطموحة تخدم بلدين وتستجيب لتطلعات شعبين في تحقيق مزيد من التقدم الاقتصادي ولعل أبرزها مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبع والذي يأتي في سياق استراتيجية الدولة المصرية للتوسع في المشروعات القومية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وكذا مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ليكون منصة مهمة للنهود بالصناعة في إفريقيا بالإضافة إلى التعاون بين البلدين لتطوير شبكة السكك الحديدية المصرية وغيرها من المشروعات المشتركة المشتركة التي تحقد مصلحة الشعبين السيدات والسادة ليس خفياً على حضراتكم ما شهدته جمهورية نصر العربية خلال العقد الماضي من أحداث استثنائية كان لها تأثير بالغ على مجمل الوضع الاقتصادي في البلاد وقد نهض الشعب المصري للعبور من هذه الأزمة من خلال دعم رؤية واضحة عمادها الأساسي هو الاستثمار في الإنسان المصري وتنمية قدراته ومن هذا المنطلق جاء تدشين رؤية مصر 2030 لتعكسها خطة استراتيجية طويلة البدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتأسيساً على هذه الرؤية قامت الحكومة المصرية بتحديث البنية التشريعية من أجل أن تتمكن مصر من استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية مما أهل مصر لتكون صاحبة المركز الأول للدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في إفريقيا ولتصبح إحدى الدول القليلة في العالم القادرة على تحقيق معدل النمو وصلت إلى نسبة 3.3% في عام 2021 على الرغم من التحديات السلبية لانتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي في الوقت الذي نتوقع فيه أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% خلال العام المالي الجاري كما زادت صادرات البلاد غير النفطية خلال العام 2021 لتبلغ 32 مليار دولار كما نجحت مصر في إطار استراتيجياتها لتعظيم قدراتها من أجل تنفيذ مشروعات زراعية عملاقة تستهدف زيادة الرقع الزراعية من نحو 2 مليون فدان فضلا عما تنفيذه مصر من مشروعات ضخمة في مجال النقل والمواصلات عبر مدى آلاف الكيلومترات من الطرف وتطوير منظومة النقل المصري عبر إدخال مشروعات جديدة مثل مشروع القطار السريع الذي يمثل وسيلة للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط الأمر الذي من شأنه تعزيز وتسهيل حركة التجارة الدولية ويضاف إلى ذلك المشروعات الصناعية العملاقة والعديد من المشروعات في مجال الطاقة النظيفة التي تدشن في مصر بمعدل متسارع على مدار الفترة الأخيرة وعلى الرغم من الجهود الوطنية سالفة الذكر إلا أن العمل المصري ومحاولات النهوض استضمت مؤخرا بعزمات اقتصادية خلفتها جائحة كورونا والتي ما لبث للعالم أن يتعافى جزئيا من آثارها حتى أطلت علينا أزمة اقتصادية كبرى ألقت بزلالها على معدلات النمو واثرت سلبا على موازنات الدول بالنظر لارتفاع أسعار المحروقات وتراجع أسعار العملات الوطنية في مواجهة العملات الصعبة فضلا عن اضطراب سلاسل الإمداد ومن ثم ظهور أزمة الغزاب وكذا عدم انتظام حركة التيران المدني بما يرتبط بهذا القطاع من مجالات حيوية من نسبة للاقتصاد المصري وفي مقدمتها السياحة والتأمين أن التصدي لهذه الأزمة ذات الطابع الدولي يتطلب أيضا جهدا دوليا وتعاونا من جميع الأطراف من أجل عادة الأمور إلى نصابها الطبيعي لا سيما حركة الملاحة البحرية وانتظام سلاسل الإمداد خاصة المواد الغذائية كالحبوب والزيوت النباتية والعمل على استعادة الهدوء والاستقرار على الصعيد الدولي من أجل التخفيف من آثار هذه الأزمة الاقتصادية على الشغب التي تنشد السلام والتنمية كما أنني أدعو كافة الشركات المشاركة في المنتدى وغيرها للاستفادة من الفرص الضخمة المتاحة التي وفرها الاستثمار في مصر بكافة المجالات ولن يفوتني قبل أن أختتم كلمتي أن أواجه التحية لأهالي مدينة سان بوترسبورغ الباسلة المناضلة عبر مر التاريخ والتي تمثل في الوقت ذاته رمضا للثقافة والانفتاح على العالم الخارجي وختاما أود أن أكرر شكري لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين على دعوته الكريمة لمصر للمشاركة في هذا المنتدى باعتبارها طيف هذه الدورة أملا للمنتدى أملا للمنتدى والمشاركين في كل النجاح والتوفيق ولما لدينا صديقين مزيدا من التعاون البناء والازدهار والتقدم دعيني المولى عز وجل أن يعم السلام والاستقرار ربوع العالم وأن يجنب شعوبنا وإنهات الحروب وأنحكاساتها الاقتصادية والاجتماعية عبر تغليب لغة الحوار والتفاهم والعيش المشترك وشكرا جزيلا لكم من المشروعات العظيمة اللي أنا دايما بسني عليها في برامجي مشروع التأمين الصحي الشامل ودايما بقول لو في قانون خرج من البرلمان على مدار سبعين سنة انتصر فيه للمواطن فهو قانون التأمين الصحي الشامل اللي هو بسلم نفسي كده وباخد كارنيه معايا أنا وأسرتي أتعالج مجانا وأخد دواء مجانا مقابل اشتراك رمزي سنويا طيب النهاردة بيفجئنا حسام صادق دكتور حسام صادق رئيس منظومة التأمين الصحي الشامل رئيس عيئة التأمين الصحي الشامل الجديد بيقول بالمناسبة المحافظات اللي احنا اشتغلنا فيها زي انت عارف احنا بدأنا الاول بمحافظات يعني زي بورسعيد جنوب سيناء لإسماعيلية السويس وروحنا بعد كده ليه الأقصر بيقول مثلا ان فيه فطورة لأحد المرضى مواطني المرضى عملت مليون وتلتمائة ألف جنيه يعني بيقول كان فيه علاج أجنبي جبناه كان فيه تفاصيل كتيرة هنا بيأكد لك ان منظومة التأمين الصحي الشامل ما بقى يعني لن يكون فيها سقف للعلاج ما بقاش فيها حد أقصر تعرف انت النهاردة لما تروح تيجي لتعمل اشتراك تأمين طبي في أي شركة تأمين تقول لك لو دفعت خمسين ألف جنيه مثلا سنويا هغطيك بربعمائة ألف دفعت مائة ألف هغطيك بمليون وهكذا أكتر من كده مش هاني فالمنظومة يعني أتمنى الفترة الجاية أن نلقى عليها الدوق أكثر وأتمنى أن احنا نتجاوز المحافظات دي هي مفروض تصل إلى القاهرة آخر محافظة يتم تطبيقها كان في خلال 15 سنة بس رئيس الجمهورية طلب من الحكومة أن الفترة لا تتجاوز 10 سنوات أمس المجلس الأعلى للإعلام اللي بقى مسؤول عن تنظيم منظومة الإعلام داخل جمهورية مصر العربية عمل احتفالية كبرى بمناسبة تسليمه 100 ترخيص لقنوات ومواقع وصحف حضر الاحتفالية عدد كبير من السادة الصحفيين والإعلاميين بنهنئ كل مؤسسة إعلامية حصلت على هذا الترخيص ونتمنى المزيد تعالوا نشوف هذا التقرير تقريبا 100-120 ترخيص مواقع الإلكترونية وصحف وقنوات تلفزيونية وده عدد كبير جدا أكبر عدد منذ إنشاء المجلس وأنا زي ما قلت أكثر من مرة النظور المجلس هو حماية الإعلام تدعيم الوسائل الإعلامية والممارسة الديمقراطية إحنا جهة تنظيمية بنقدم كل التسهيلات إحنا انتهينا من كل الأكواد الأكواد الإعلامية حتى مؤخرا هنعمل كود للطفل الإعلام الآمن للطفل وهنطلق مبادرة كبيرة لأن الأطفال فيه مشاكل كثيرة جدا مع مواقع التواصل الاجتماعي ومع الاستخدام المفرط للإنترنت فالمحتاجة يعني معلومات إرشاد يؤودي هنلجأ إلى الوعي النهاردة يوم مشهود في تاريخ المجلس على تنظيم الإعلام نظرا لأنه بيصوب الأوضاع التي كانت خاطئة فيما ماذا كان هناك حالة من الفوضى العارمة في إصدار الصحف في المواقع في العمل دون أن يكون هناك ضابط أو رابط لهذه المواقع الصحف ومن ثم كان تدخل المجلس لتنظيم العملية أن لا يكون هناك أحد من المواقع الشاردة التي تؤدي إلى تسميم الأجواء أو تؤدي إلى بث الشائعات فبالتالي لابد أن يكون هناك شهادة ميلاد لكل وسيلة إعلامية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عندما يتقدم أحد لنيل رخصة فإحنا بننظر على أننا نفتح نافذة جديدة وباب جديد للحريات للأراء لأننا عندنا قناعة أن تنوع الأراء ثراء القانون قال لا يمكن للوسيلة الإعلامية أنها تباشر عملها إلا بعد الحصول على ضوابط معينة الضوابط دي معمول بيها في مصر ومعمول بيها خارج مصر وليها معايير دولية إن إحنا نبقى عارفين مين صاحب الوسيلة الإعلامية إيه مصادر التمويل بتاعته في عندنا قواعد عامة يجب الالتزام بيها احترام أحكام الدستور واحترام أحكام القوانين احترام بعض المعايير المهنية لأن في الآخر وسائل الإعلام بتنقل رسالة للمواطن فيجب أن تكون هذه الرسالة في إطار في أطر محددة متفق عليها عالميا شاف أنها خطوة جيدة ممكن تكون بداية لفكرة أنت تقنن وضعك فأنت بيت نسؤول قدام القانون عن ممارستك الصحفية فأعتقد أنك لابد أن تلتزم بس الناحية الثانية برضو فيه واجب على المؤسسات ولكن فيه واجب على هيئة التنظيم لأنها هيئة التنظيم المفروض أن يتوفر كل الطاقات وكل جهدها عشان تدفع عن حرية العمل الإعلامي في الناحية الثانية المفترض أن الصحفيين يدفعوا برضو عن مهنتهم بالتزام بمعاييرها احنا طبعا ملتزمين بالضوابط اللي حطها المجلس الأعلى للإعلام وطبعا هنلتزم بيها أكتر خلال الفترة اللي جاية لأن ده خطوط لازم كل يمشي عليها عشان نكون في منظومة إعلامية صحية حيان الترخيص تمت وفق إجراء لمعايير وإجراء لمستندات وإجراء لفحوصات تمت على هذه المواقع ربما تشهد هذا الحدث الجيد والجديد من نوعه العديد من التقدم في مربع الوعي نحن نتحدث عن الوعي وعن المرحلة المقبلة وكيف يكون الإعلام المصري فاعل في الحوار الوطني وفي الدور الوطني وأعتقد النهاردة يوم من الأيام المميزة للإعلام المصري من 13 إلى 16 يوليو القادم يعني كمان شعر الرئيس الأمريكي جو بايدن هيزور المنطقة تحديداً هيزور إسرائيل هيزور الضفة الغربية ثم سيذهب إلى السعودية ليه تحديداً السعودية؟ لأنها رئيسة القمة الخليجية في عزيز دورة القمة الخليجية بقى بيحضرها أعضاء المجلس تعاون الخليجي زائد ثلاث دول أخرى الأردن ومصر من هذه الدول بايدن جاي المنطقة لأول مرة منذ انتخابه وكان فيه كلام كتير نواخد مواقف من مصر من السعودية لكن ربما جرت في الأمور أمور تعالوا نذهب إلى الأستاذ الكبير الدكتور طارق فهمي الخبير السياسي وأستاذ العلوم السياسية بالجامعات ونعرف منه أهمية هذه الزيارة ومن الآخر أمريكا عايزة أيم الزيارة وإحنا كعرب عايزين أيم الزيارة تحديداً مصر مساء الخير دكتور طارق مساء الخير أهلاً وسهلاً أستاذ محمد ماذا تريد أمريكا من هذه الزيارة؟ وماذا يريد العرب؟ بالتأكيد طبعاً هي زيارة مهمة للغاية لأنها أول زيارة للرئيس الأمريكي في الإقليم والمنطقة وللتوى لطبعاً إسرائيل ولماذا تأخرت هذه الزيارة؟ تأخرت لأتبارات متعلقة بالداخل الأمريكي كانت هناك جدوى المشهون للرئيس الأمريكي انشغالوا بالقمم الأوروبية وقمة حلف الناتو والقمم الأوروبية الأمريكية طبعاً بطبيعة الحال يعني تم تعديل مصار الرحلة هو بطبيعة الحال يريد أن يحصل من كل دولة على رسائل وأن يعطي رسائل مهمة بالنسبة لإسرائيل هو طبعاً الزيارة زيارة داعمة لإسرائيل مرتبطة بالعلاقات الصناعية منظومة الدفاعات المشتركة تمويل برنامج الليزر وتطوير برنامج الأوبة الحديدية ففي موضوعات كثيرة داعمة في الملف الاقتصادي بالإضافة إلى التنسيق الأمريكي الإسرائيلي بشأن التعامل مع الحالة الإيرانية بعد طبعاً توقف المتوضات وتخوف الولايات المتحدة من أن تقدم إسرائيل على عمل عسكري محدود يعني ضد المنشآت النووية ففي تأديري هو جزء من الزيارة لإسرائيل توجيه رسائل تطمينات للجانب الإسرائيلي بأن الولايات المتحدة تنصق في هذا الإطار وبطبيعة الحالة داعمة للوضع في إسرائيل طبعاً هذه الزيارة ستعلم من وضع الحكومة الإسرائيلية الحالية لأن الحكومة أو شكت على التفكك ففي مثل هذه الزيارة طبعاً ستدعم رئيس بزراء الإسرائيلي نيفيتالي بنيت بصورة قوية بالنسبة للسلطة الفلسطينية لسه أسأل حرتك السلطة الفلسطينية أخبار رئيس في هذه الزيارة طبعاً هي زيارة مهمة للسلطة لأنه سيلتقي مع الرئيس محمود عباس هو يريد أن يقول للرئيس الفلسطيني نحن مع حل خيار حل الدولتين واستئناف عملية السلام والاتصالات لكن قبل أن يقول هذا سيسأله الرئيس الفلسطيني محمود عباس وماذا فعلتم للقضية الفلسطينية لأنه كان من المفترض لهذا الرئيس وفق برنامجه الانتخابي اللي نجح فيه ودخل فيه البيت الأضياد أن يفتح مكتب نصام تحريك فلسطينية في واشنطن ولم يفعل وأن طبعاً أن يفتح الكنسولية الأمريكية في شرق القدس دم يفعل كان أيضاً وعيداً أن نقدم كامل برنامج المساعدات الاقتصادية للسلطة ولم يفعل هذا كل دي أمور هو وعد بها الرئيس الأمريكي في الجولة الانتخابية وبرنامجه ولم ينفذها فأعتقد أنه الشيء الجيد اللي يمكن أن يطلقه الرئيس الأمريكي فيه رم الله وحاجة واحدة هي مرتبطة حضرتك بوقف أعمال الاستيطان والتأكيد على الموقف الأمريكي وده موقف حضرتك منذ إدارة الرئيس أوباما ثم ترامب ثم هذا الرئيس وبالتالي الإقرار بسكرة حل الدولتين مهم في هذا التوقيت ودعوة الطرف الأمريكي والإسرائيلي والسلسطيني للإنخراط مجددا في عملية السلام ماذا عن مصر؟ بالنسبة للخليج وطبعا مصر بطبيعة الحال الولايات المتحدة تؤكد شراكتها مع مصر مصر أهم دولة بحبورية في الإقليم ومصر لها دور لضبط الاستقرار في الإقليم ليس في قطاع غزة فقط كما بهوها من جانب الأمريكي لأن الجانب الأمريكي أراد في مرحلة معينة أن يحصلوا دور المصر في إطفاء الحرارة في قطاع غزة مصر دورها أكبر وأهم وجزء ركي يعني جزء بتحتل في الاستراتيجية الأمريكية جزء كبير أنا أعتقد أنه في السعودية سيبس رسائل يعني ضمانات متعلقة بفكرة التحالف الإقليم على مستوى أمني إعادة تدبير فكرة النات والعرب اللي هم صرحوها في المراحل معينة ترتيبات أمنية وطبعية في مواجهة التهديدات الإقليمية لكن يعني اسمح لي أن أقول أستاذ محمد نقطة مهمة الآن الدول العربية ومصر في موقف قوي وموقف كبير وموقف مهم أن نبني عليه العرب يمكن أن يقيمون مواقفهم تجاه الإدارة الأمريكية بالفعل لسنا في حاجة إلى شهادات حسن سير والسلوك من الولايات المتحدة الدول العربية التي سيلتقي بها الرئيس الأمريكي سيجد صعودية مختلفة وسيجد مصر مختلفة وسيجد الدول التي سيكتمع بها الرئيس جو بايدن مختلفون تماما نحن نملك بداء العديد الموضوع ليس فقط يعني غاز أو أوبط والتفاصيل اللي حضرتك تعلمها معك يبقى الخط قطع بشكرك دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية معلقا على زيارة بايدن في المنطقة وبيعلن أن هذه الزيارة هي الأولى منذ أن تولى جو بايدن الحكم لكن هو هيجي هيشوف دول غير اللي كان بيتعامل معها قبل كده لكن الأهم أنه دكتور طارق فهم بيقولك أن الدول العربية لم تقعد بحاجة إلا شهادة أمريكية حسن سير وسلوك لأن المشهد الدول كله بقى ملغبط أو ربما هذه اللغبطة أفادت عدد كبير من الدول العربية من بينها مصر عايزة روح إلى قصة حلوة أو يحصلة في سكك حديد مصر إحنا عندنا كل شوية بيتم تكهين عدد من القطارات واوة وكلام ده اللي هي الخردة الخردة دي كانت بتتبع بمبالغ بخصة لكن جي مهندس كامل وزير أول ما تولى الوزارة منذ سنوات فاكر أنه كان عمل مزاد وباع بعشر أضعاف القيمة اللي كان بيتم التدور بها المهم مش كل حاجة ينبخي أن تبع خردة قالوا له يا معالي الوزير إحنا عندنا قطر الملك فاروق ويعرضوا صورته شباب على الشاشة والقطار ده كان بيركبوا الملك فاروق وتكهن واقطار إيه بقى مخصص للملك فاروق وبرع عن عربيتين آه واثناشر غرفة باثناشر تليفون بكابينة بسراير يعني طعفة فنية الملك فاروق ده اللي ساب لك المنتز فمتخيل هو عامل إيه المهم تعال بقى نعرف لقصة القطار القطر ده كان بيركبوا الملك فاروق في جوالاته داخل مصر يعني جوم أعضاء مجلس قط السورة أحبوا أن هم برضو يركبوا قطر ويزوروا آه آه المحافظات المصرية فعيئة سكك حديد قالت لهم نطلع لكم قطر الملك فاروق من المغزر قالوا لا حض الله ده احنا عاملين ثورة على الملك فاروق طب انت عامل ثورة على الملك فاروق ده أموال الشعب المصر هتعمل ثورة على القطر ورفضوا ويركبوه وطلبوا تفصيل القطر جديد بالبولاسب المهم القطر اتكاهم من يومها من 52 لسنة 22 اللي احنا فيها فتع لها 70 سنة متخال حل القطر فيه إيه بقى فران وكراكيب وبدأ المهم مهاجز كامل بزيري قال لا انا هيقض القطر ده هنضفه وجدده وزبطه وخليه تحرك الاسكندرية ويرسوه فين بقى محطته الاخيرة في قصر المنتزة في حدائل المنتزة بالاسكندرية هذه هي قصة قطار عايزة افكركم مثلا باشهر كبري في مصر تحول الى خورت وهو كبري ابو العيلة مثلا كان تحفة فنية رائعة عارف مين اللي عمل كبري ابو العيلة هو اللي انشأ برج ايفل في فرنسا متخيل تخيل بقى طب انا عايزة اعرف كم التحفة الفنية اللي موجودة في دواوين وزارتنا اوما خزن انا بقى مهندس كامل للوزير وحييه على يعني تجديده لقطار الملك فروق كتحفة فنية نذهب الى تقرير اخر من وزارة الداخلية عن فعاليات مبادرة كلنا واحد نشوف هذا التقرير ثم نعود اليكم مجددا مد فترة المرحلة الثانية والعشرين من مبادرة كلنا واحد لنهاية عيد الأضحى المبارك اسهم في اتاحة الفرصة للمواطنين في الاستفادة من التخفيضات الكبيرة على السلع التي اتحتها المبادرة والتي تصل الى ستين بالمئة وزارة الداخلية اطلقت فعاليات هذه المرحلة من المبادرة تحت رعاية رئيس الجمهورية في الخامس عشر من شهر مارس الماضي ومنذ بدايتها وتشهد اقبالا كبيرا من المواطنين لشراء متطلباتهم من السلع الأساسية انا شايفة فيه اختلاف جامد في الاسعار من رمضان تقريبا المبادرة دي شغالة وعرفت انها مكملة لعيد كل ساهم طايبين ماشو الله حاجة حلوة حاجة نظيفة جدا واسعار متناول ايد الجميع يعني الأسعار احسن بكتير من برا وطبعا توفير السعر دوت في المبادرة بيخليني اقدر اشتري كل اللي انا عايزه شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد وحبك عنينا بلدي فرد وهنبقى جنبك للنهاية قرابة الف فرع لقبرة سلاسل التجارية ومنافذ اقامتها الوزارة بالاشتراك مع كبار الموردين والتجارة تشارك في هذه المرحلة ومع مد فعلياتها تنضم سلاسل تجارية جديدة لها احنا اصرينا ان احنا نشترك في المبادرة وده احساسنا ان احنا لازم نبقى موجودين في خدمة الدولة وفي خدمة اي حاجة بتساعد الناس كلنا بنسعى وكلنا بنجتهد ان احنا نقدم احسن سعر عشان المستهلك يحس قد ايه الدولة بتهتم ان احنا نقدم الخدمة كاملة للجمهور بافضل اسعار وفرة كبيرة في المعروض من كافة انواع السلع وبجودة عالية اتاحتها المبادرة للتخفيف عن كاهل الاسر المصرية في ظل المتغيرات والتحديات الدولية والتي اثرت على اسعار السلع وهو ما اشاد به المواطنون احنا بديجي مخصوص عشان ان المبادرة ديت وانهي اسعارها اقل من العادي الزيت سعره كويس جدا والرز كويس جدا كل حاجة جميلة جدا عن برة والاسعار كويسة جدا جيت لقيت هنا الزيت والسكر والمقارونة والرز الحاجات رخيصة طبع المبادرة صراحة يعني مش محتاجين اي حاجة كده يعني انا خطي بصعار احسن من برة كتير كما تشارك في المبادرة منظومة امان التابعة لوزارة الداخلية من خلال منافزها الثابتة والمتحركة المنتشرة على مستوى الجمهورية بتخفضات كبيرة حتى نهاية العام صراحة على طول هنا في منافس بيع امان لان فيه التفاوض في الاسعار ما بينها وبين برة ده طبعا بيتحلي ان انا اجي هنا واشتري طبعا يعني زي ما اعايز مشكور رزارة الداخلية برضو عن مبادرات والاسعار اللي بتنزلها سواء اللحوم او السلع التنمونية اسهمت المبادرة منذ اطلاقها في التخفيف كثيرا عن كهل الاسر المصرية مع الارتفاع في اسعار السلع تأثرا بالمتغيرات الدولية بتوفيرها كافة انواع السلع بتخفيضات كبيرة اليومين دول بيمر الفنان والمطرب الكبير محمد الحلو بازمة صحية حدة تحتاج من جميع محبيه الدعاء له بان يمن الله عليه بالصحة ويعود مجددا لبيته هادئا مستريحا فنان الكبير محمد الحلو بيعاني من مرض السكر او السكري وعنده مشاكل في شرايين في السقين ولازم تتعمل العملية بسرعة لان فيه انسداد وصل لنسبة 80% من هذه الشرايين تأخير العملية يؤدي الى مضعفات خطيرة جدا للأسف لم يتم التواصل معه من قبل النقابات المعنية والشخصيات المعنية لذلك اناشد الدكتورة انس عبدالدايم وزيرة الثقافة التواصل مع الفنان الكبير محمد الحلو ويعني تتكفل بهذا العلاج يعني كل التحية وكل التمنيات الطيبة للفنان الكبير محمد الحلو اعود الى الدكتور يوسف زيدان يوسف زيدان مع حفظ الالقاب يعود مجددا ويضرب من جديد في احد ثوابت العقيدة الاسلامية ايه يا السابت المرة دي مش الاسراء والمعرك مش مش جايب لك بقى حتة جديدة خالص لوس قال لك حادثة الفيل سنة الفيل عرفة بتاعت ابرها هي حادثة من الاسرائيليات وغير حقيقية طبعا كان بيرد على فضيلة الدكتور عليكم طبعا انت كمسلم هتتلقى المسألة دي مش بسهولة لسبب بسيط انت عندك نص قرآني واضح سورة الفيل الم ترى كيف فعل فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تطليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترمين بحجارة من سجيل فجعلهم قعصف مأكول كلام بقى واحنا عارفين انا كمسلم القرآن نص مقدس يعني ما فيوش هزار فالمهم راح الدخل در الافتاء قالت له عم يوسف الكلام اللي بتقوله ده غير صحيح وان عام الفيل ده حصل القصة كذا 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 وقبله فلان وفلان وعلان وضربهم وموت فلان والقصة متواترة عبر العرب ثم الاهم من ده انها وردت نصا في القرآن الكريم انا بندقش بس يعني ليست من الشطارة او الفزلكة ان تصدم اتباع ديانة معينة ما بكلمش عن المسلمين مسلمين او مسيحين او يهود في سوابت العقيدة اصلا انا جايب لك نص قرآني بيقول لك فيه قصة الفيل عام الفيل ده حتى قيل لان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وولده في عام الفيل فايه الشطارة ان انت تطلع تدعبس في الحاجات دي يعني انزل بقى تحت تحت خالص وقل في قصص اخرى لم يرد ذكرها في القرآن يعني فيه حدث مهم بيحصل في المنطقة اليومين دول اسمه منتدى غاز شرق المتوسط وهذا المنتدى هو مهم اول يومين دول هو بيضم عدد من الدول المتشاطئة البحر المتوسط الي عندها غاز مصر عندها ايه شوية غاز بيسده الاحتياج الداخلي لكن بدأت تصدر حتى ولو بنسب قليلة تتميز مصر بايه انها بتاقد الغاز في صورته الغازية من بعض الدول في المنطقة ثم تصدره للي عايز وعلى رأسها اوروبا في صورة سائلة هذا المنتدى مهم اوي وبتحضره دول من الاتحاد الاوروبي علشان ايه روسيا افلح نفية الغاز على اوروبا تعالوا الروح ليه خبير الطاقة والبترول استاذ دكتور رمضان ابو العلي مساء الخير دكتور رمضان مساء النور يا فندم في البداية كده اقول لحضرتك اهمية منتدى غاز شرق المتوسط اصل الحكاية بدأت باجتماعات قمة ثلاثية ضمت مصر والقبرس واليونان منذ حوالي ثمان سنوات والحقيقة كان العالم يعني بيستغرب وإيه جمع الاجتماعات ولا انه كان فيه رؤية لانه القمة ثلاثية كانت نوال منتدى غاز شرق المتوسط نعم دي بدأت عام الفين واربعتاشر وتم الاعلان عن منتدى غاز شرق المتوسط في الفين واتفعتاشر اللي تحول بعد ذلك الى منظمة حكومية اه قبل اعلان المنظمة تم اكتشاف حقل دور نعم فاصبحت المنطقة محط انصار اوروبا كلها لانه كميات اللي تم اكتشافها كانت جديرة بالاهتمام كمصدر بديل للغاز خاصة تول الاتحاد الاوروبي لذلك كان الاتحاد الاوروبي حريف على منتدى الشرق المتوسط البنك الدولي كان بيمول البنية التحبية من حسن الطالع انه احنا كان عندنا مصنعين لإسالة الغاز منذ عام 2007 ثم توقفوا بعد الثورة واتف 2011 انما تم الاستفادة منهم لاستكمال البنية التحتية اللي هي بتنقل الغاز من المياه العميقة الى محطات الاستقبال في بورسعيد طيب دعنا دعنا بس الان نقفز الى المنتدى الحالي هل يستطيع ان يلعب دورا رئيسيا في امداد اوروبا بالغاز ولو بنسبة بدلا عن الغاز بديلا عن الغاز الروسي هو حدثك يعني كنت دقيق ست تعبير عندما تكتمل البنية التحتية للغاز والفول كباسيتي بتاع الغاز المنتح في المياه العميقة سواء ليبياتان وابروديت اللي هو القبروسي وليبياتان وتمار الإسرائيلي وبحق لدور بالفول كباسيتي يمكن ان يواصل حوالي 10% من احتياجات اوروبا ودي نسبة ضخمة جدا لان اوروبا كانت بتستورد من روسيا حوالي 155 مليار متر مكعب سنويا لما اورد لهم من 30 ل40 مليار دي نسبة الحقيقة معقولة جدا بس اجمال احتياجات اوروبا قرابة 450 مليار متر ادم مكعب سنويا لا دلك انا بقول لحدك اللي بتستورده من روسيا بيلعب بالكروت التي يملكها لدرجة مؤخرا طبعا بعد ما اوروبا اعلنت انها في سبيلها للاستغناء عن الغاز الروسي سبقت روسيا وبدأت تقطع الغاز عن اوروبا بحجة عشان بحجة بحجة عبدالفتاح السيسي كلمة دعونا نستمع اليها وبعدها اذكركم بفقرة الحوارية مع استاذ الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية السروة الحيوانية بوزارة الزراعة شارك السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة منتدى الاقتصادية الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ بحضور الرئيس الامريكي جو بايدن والامين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيرش والمستشار الالماني اولاف شولز ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو ورئيسة المفوضية الاروبية ارسولا فاندرلعين وعدد من قادة العالم هذا وقد القى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة خلال القمة فخامة الرئيس جوزيب بايدن رئيس الولايات المتحدة الامريكية اصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات اود بداية ان اتوجه بالشكر لفخامة الرئيس الامريكي جوزيب بايدن لمبادرته بالدعوة لهذه القمة المهمة لمنتدى الاقتصادية الكبرى حول الطاقة وتغير البناخ وهو المنتدى الذي بات يكتسب اهمية متزايدة وفي هذا الاطار ومع قرب انعقاد الدورة السبع وعشرين لقمة المناخ العالمية في مصر وما تمثله من فرصة سانعة لعادة التأكيد على التزامنا بدعم وتعزيز جهود مواجهة تغير المناخ والتكيف مع اثاره السلبية والبناء على الزخم الدولي والارادة السياسية المتوفرة من كافة الاطراف لهذا الغرض فان مصر تدرك تماما حجم المسئولية الملقاة على عاتقها كرئيس للمؤتمر وتعيى ان شعوب العالم في شتى انحاء الارض تتطلع الى نتائج ملموسة تساهم في اعداد سغير حقيقي على الارض ينقلنا من مرحلة التفاوض حول النصوص والاعلان عن التعهدات الى مرحلة التنفيذ الفعلي على كافة المستويات للوصول الى اهداف اتفاق باريس وفي مقدمتها ادف الواحد ونصف درجة مأوية وانطلاقا من هذه المسئولية اسمحوا لي ان اشاركهم بعض النقاط المهمة في اطار استعدادنا لاستضافة القمة وقيادة عمل المناخ الدولي خلالها اولا تواصل مصر بدل قصار جهدها لحث كافة الاطراف على رفع تموح عملها المناخي من خلال مراجعة وتحديث مساهماتها المحددة وطنيا تنفيذا الاتفاق باريس ودعم وتعزيز خطتها واستراتيجياتها طويلة المدى لخفض الانبعاثات والتعامل مع الاثار السلبية لتغير المناخ ومن جانبها فقد قامت مصر مؤخرا باطلاق استراتيجياتها الوطنية لتغير المناخ 2050 وتقوم في الوقت الراهن بوضع اللمسات النهائية على مساهمتها الوطنية المحددة والتي ستتضمن اهدافا كمية محددة وتموحة في عدد من القطاعات الرئيسية لتعكس الجهود التي قامت وتقوم بها مصر لتحقيق تحول عادل الى الاقتصاد الاخضر والطاقة المتجددة على نحو نسمح لها بأن تكون مركزا للطاقة في منطقتها كما ستوضح هذه المساهمات المسئوليات التي تطلع بها مصر لتجنيب شعبها الاثار السلبية لتغير المناخ وبناء قدرتها على تحملها والتكيف معها خاصة في ظل أزمات عالمية متعاقبة لها نعكاساتها على أسعار الطاقة والغذاء ثانيا على رغم من أهمية دور الحكومات في الجهد العالمي لمواجهة تغير المناخ إلا أن التحدي الذي أصبحت تمثله الظاهرة يتجاوز قدرتها على التحرك منفردة ومن ثم فإن مصر ستعمل خلال رئاستها على إيصال جميع الأصوات وتضمين كافة الرؤى والتوجهات وعلى إقامة شراكات حقيقية بين الحكومات وغيرها من الأطراف الفاعلة من غير الحكومات من مؤسسات للتمويل ومنظمات دولية ومجتمع مدني كما تعمل مصر بالشراكة مع الجميع على دعم وتعزيز المبادرات القائمة لمواجهة تغير المناخ ومتابعة تنفيذ نتائجها وإطلاق مبادرات جديدة طموحة لتكون مكملا ودعما لعمل المناخ الحكومي وفي هذا الإطار اسمح لي أن أغتنم هذه المناسبة لأعلن عن انضمام مصر لمبادرة التعاهد العالمي للميثان في المصار المعني بالبترول والغاز والذي ستسعى مصر من خلاله إلى تعزيز جهودها لخفض انبعاثات قطاع البترول والغاز الطبيعي من غاز الميثان واستنادا إلى الخبرات والتمويل الذي توفره المبادرة وبالتعاون مع الشركاء الدوليين في هذا القطاع ثالثا أن قدرتنا كمجتمع دولي على المضي قدما بشكل موحد ومتصق نحو تنفيذ التزاماتنا وتعاهداتنا وفقا لاتفاق باريس إنما هي رهن بمقدار الثقة التي نتمكن من بنائها فيما بيننا وبالمناخ الذي يتعين علينا تهيئته ليكون محفزا وداعما لمزيد من العمل البناء لمواجهة تغير المناخ ومن ثم فإنه من الضروري أن تشعر كافة الأطراف من الدول النامية خاصة في قارتنا الإفريقية أن أولوياتها يتم التجاوب معها وأخذها في الاعتبار وأنها تتحمل مسؤولياتها بقدر إمكانياتها وبقدر ما يتاح لها من دعم وتمويل مناسب إن نجاح الدورة السبعة وعشرين لقمة المناخ العالمية في الخروج بالنتائج المرجوة ونجاح النظام الدولي متعدد الأطراف لمواجهة تغير المناخ يرتبط ارتباطا وثيقا بحجم ما تشعر به الدول النامية والدول الإفريقية من رضا وارتياح إذا موقعها في هذا الجهد العالمي وبقدر ما تبزله الدول المتقدمة من خطوات للوفاء بالتعهدات التي أخذتها على نفسها ذات الصلاة بتمويل المناخ وبدعم جهود التكيف والتعامل مع قديمة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ في الدول النامية والأقل نموا ومساهمة مننا في بناء هذه الثقة والقه هذا المناخ المواتي سرين الإعلان عن شراكة مصرية أمريكية تتضمن تنظيم عدد من الفعاليات والأحداث حول التكيف في القارة الإفريقية على مدار العام الجاري وصولا إلى تدشيب مبادرة جديدة ذات تأثير فعال وملموس لدعم جهود التكيف في إفريقيا خلال قمة شرم الشيخ ختاما فأني أتطلع إلى استقبالكم في شرم الشيخ لنوصل معا العمل على وضع تعهداتنا موضع التنفيذ ولنستجيب لآمال وتطلعات شعوبنا التي تنتظر منها المزيد من العمل والجهد لضمان مستقبل أفضل لها وللأجيال القادمة شكرا لكم اكثر من اثنين مليون رأس ماشية يمتلكها المربون المصريون تمثل جزءا من الثروة الحيوانية التي تسعى الدولة لتحويلها إلى رؤوس محسنة ذات انتاجية أعلى من اللحوم والألبان لتدر نفعا على صغار المربين الذين يمتلكون ثلثي الثروة الحيوانية وتؤتي بثمارها في تحسين سلالات الماشية المصرية وجاءت الخطوة الأولى نحو تحقيق هذا الهدف بافتتاح المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات بالمنوفية الذي ضم المركز العلمي البيطرية للأبحاث والتدريب ومزارع لتربية الماشية بمختلف أنواعها ومجازر آلية حديثة متكاملة ومصانع لمختلف منتجات الألبان وأنشئ المجمع على مساحة الفدان بإجمالي خمسة آلاف رأس حلاب بطاقة مائة وخمسين طن لبا يوميا وثلاثة آلاف رأس تسمين بطاقة واحد فاصل خمسة طن لحم حي بالدورة الواحدة وتسعى الدولة لتحقيق اكتفاء انتاجي من الثروة الحيوانية بمشتقاتها إلى السنوات المقبلة وإنشاء قاعدة بيانات وتحسين السلالات والرعاية البيطرية وتطوير مراكز تجميع الألبان وتطوير مراكز ونقاط التلقيح الاصطناعي وتوفير الطلائق المحسنة وقفز حجم الاكتفاء الذاتي من الثروة الحيوانية إلى ستين انتصف عام الفين وسبعة عشر بتمويل بلغ حوالي مئة مليون قبل أن يقفز إلى حوالي سبعة مليار جنيه حاليا لتنفيذ المشروع الذي استفاد منه أكثر من أربعين ألفا من صغار المربين ونتج عنها تسمين أربعمائة وخمسين ألف رأس ماشية وحافظ مشروع البتلو على الثروة الحيوانية من الإهدار خاصة بعد التحول من ذبح الماشية في سن صغير بأوزان تتراوح بين ثلاثين وخمسين كيلو جرام لحوم والعمل على تربية وتسمين المواشي حتى وزن أربعمائة كيلو جرام ضمن مشروع تنمية البتلو لتزيد كميات اللحوم لعدة أضعاف إلى جانب الحفاظ على إناث المواشي من الذبح المبكر موضوع مهم أوي اللي هو توفير أو إتاحة اللحوم الحمراء لملايين المصرين زي ما حركوا عارفين إحنا عندنا تقريبا محققين الاكتفاء ذاتي من الدواجن من الألبان من البيض مثلا لكن اللحوم الحمراء عندنا يظل فيها عكس في 2014 كنا محققين 35% يعني بننتج لحمة حمراء تشكل 35% من استهلاكنا النهاردة احنا وصلين تقريبا لـ 60% طبعا مثل هذه المشروعات تهدف الى ايه توصل لـ 70-80-90% 70% بقى من سروة الحيوانية دي دي بتقع في أيدي صغار المربين عشان كده أنا بدأت حلقتي بقول عايزين نشوف ايه مشاكلهم نطبطب عليهم نساعدهم نكسبهم عشان هم دول اللي هيقفزوا بيك هروح ليه ضيفي العزيز اللي مشرفني النهاردة دكتور طارق سليمان رئيس قطاع السروة تنمية السروة الحيوانية والدجنة بوزارة الزرع بسأل خير بسأل نور نور لكل السادة المشاهدين كل عام وخضرتك بخير وكل يوم افتتحات يا رب وكل يوم احلام بتتحق كيف وصلنا لزيادة الانتاج من 35% 2014 ل60% 2022 بسم الله الرحمن الرحيم احنا شايفين الاهتمام الغير مسبوك من القيادة السياسية مونز تولي فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي للمقاليد البلاد حتى الان من اجل التنمية المستدامة لسرواتنا الحيوانية ودائما بنقول تنمية مستدامة مش تنمية لحظية او وقتية وشوفنا يمكن دوت بيتبال وارباء بالفعل وبيترجم في صورة مشروعات قومية زي المشروع القومي للبتلو المشروع القومي لرفع كفاءة مراكز تجميع الالبان المشروع القومي للتحسين الوراثي المشروع القومي لرفع كفاءة وتحسين اداء مزارع وعنابر الدواج لما نتكلم في عجالة عن مشروع القومي للبتلو مشروع القومي للبتلو باختصار احنا بنمنع السكينة عن دبح الحيوان اللي هو اقل من 100 كيلو جرام. أقل من 100 كيلو جرام لما بتدبع في الوقت دوت بيديني صافي لحوم 30 كيلو جرام. طيب بقرارات وضابط وزارة الزراع بمنع دبح الحيوان دوت. وتسمينه إلى 400 كيلو جرام على الأقل بتتزايد نسبة التصافي. وأصبح نفس الراس بيديني تقريبا 240-250 كيلو جرام. بدأ المشروع القاومي اللي بتيله في 2017 بمئة مليون جنيه مبلغ مخصص. الحمد لله النهاردة تم إقراض وتمويل ما يزيد عن 7 مليارات جنيه. استفاد منها أكتر من 41 ألف من شباب الخرجين وصغار المرابين والسيدات في قرى حياة كريمة لتربية وتسمين ما يزيد عن 461 ألف رأس من المشي. طيب عايز أقول لحضرتك كمان أن مع المشروع القاومي اللي بتيله. احنا بنتكلم عن المحلي ابتدى يبقى فيه كمان بروتوكولات عقدات وزارة الزراع مع البنك الزراع ومع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. طبعا كلنا عارفين أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية جهاز لا يهدف للربح ولكنه بيشارك وزارة الزراع وجهاز وطني في توفير الأمن الجزائي للشعب. هنا بيتم استراد عجول محسنة ورصية سريعة النمو من الخارج وتحجر في محاجر الجهاز تبقى لكافة ضوابط واشتراطات وقواعد الهيئة العامة لخدمات البيطرية وتحصن كافة التحصينات ثم يتم توزيعها على استغال المرابين. خلينا أقول لحضرتك حاجتين أول حاجة أن نسبة الاسترداد نسبة استرداد القرد تقترب إلى 100% الحمد لله. دهات ما حصلتش قبل كده. وده بيدل بصراحة على وعي المستفيد في توجيه القرد في مخصص من عجله. بيدل على تكسيف الرعاية والمتابعة من قبل قطعة ترمية السر والحوانية والدجينة والهيئة العامة لخدمات البيطرية اللي هي وزارة الزراع عموما المتابعة الميدانية عشان اكتشاف أي مشكلة في مهدها والعمل على تزليل تزليل فوري تطبيق عمل. طيب خلينا أقول لحضرتك كمان أن بالنسبة للعجول المستوردة ده نوع من أنواع أو وسيلة من وسائل التحسين الوراسي السريع. هنا أولا بيتم الاستراد هذه الحيوانات معدلات نموها والزيادة الوزنية بتاعتها. تقريبا ضعف الزيادة الوزنية لحيواناتنا المحلية. كمان دورة التسمين فيها من سلطة لثمان شهور فقط لأن هي معدلات نموه سريعة وبالتالي النسبة الفائدة هنا تبقى من اثنين ونص لثلاثة وثلاثة من عشر في المائة تقريبا على حسب عدد أشهر التربية والتسمين لأنها بسيطة متناقصة خمسة في المائة. خلينا أقول لحضرتك كمان برضو أن هنا بيبان قوي بيظهر قوي الدور العمل المؤسسي للدولة ولوزارة الزراع وللحكومة هنا لأن عندك وزارة الزراع مع جهة التمويل مع البنك الزراعي والبنك الأهلي كمان معنا دلوقتي مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية مع الجمعيات الأهلية كمان اللي وجه بها فقامة الرئيس والمجتمع المدني يعني فيه الجمعيات والمجتمع المدني بيخش معنا إزاي برضو طيب صباح الدكتور طريق أتوقف عند بعض الأرقام حراكلتها فيه البعض بيقول ما ينفعش أو غير صالح أن أنت تجيب لي العجل من برة اللي هو بيديلك ضعف اللحمة الداخلية للبقرة المصرية المحلية لأن هناك هو بيديلك الضعف ده وفق معطيات معينة هو عايش في درجة حرارة معينة أكل معين اهتمام معين لكن لما هيجيلك هنا مش هيديلك ده لأنك مش هتقدر توفر له ده ترد تقول إيه لا أرد بص حضرتك بالنسبة احنا بنستورد ثلاث حاجات سواء كانت عجول لإنتاج للحوم أو سواء كانت عجلات متخصصة في إنتاج الألبان من سلالات عالية الإضرار ديت للمزارع النظامية أو لصغار المربيين بنجيب لهم كمان سلالات سنائية الغرض اللي هي متميزة ومتخصصة في إنتاج الألبان والحوم معه يتم استراد رأس واحدة إلا تبقى لمعايير فنية وعلمية وليجان بتفحصها وتبحث كافة الإجراءات والقيم التربوية لما يتم استراده من ناحية تأكلومها وتكيفها مع الظروف والأجواء المناخية المصرية ومن ناحية تعيشها مع الأجواء المناخية والبيئة المصرية بمعنى فاندم ما بيتمش استراد عشوائي أولا عدة اعتبارات لازم تكون موجودة لازم الموقف الأباقي يسمح يعني مش معنى لأنا أجيب حاجة متميزة أجيبها فيها مشكلة ولازم كافة ضوابط واشترطات الهيئة لعمل الخدمات البيطرية والمحاجر البيطرية تسمح بكده ولازم تكون معدلات أداء هذا الحيوانات أفضل من معدلات أداء حيواناتي المحلية هنا لازم ده شرط أساسي والحاجة التانية هي ممكن أن تتعايش وتتأقلم وتتكيف وتعيش في أجواء المصرية طيب طوال يعني وزارة الزراعة هي وزارة قديمة إحنا أقصى حاجة عمناها كنا بنجيب الفريزيان بس الفريزيان دي أحد السلالات أو من السلالات اللي هي متخصصة في إنتاج الألبان عليها يمكن بتديني من أربعين لأعلى من كده في اليوم أربعين كيلو دلوقتي فيه الأنواع اللي هي سلالة الغرض على سبيل المثال اللي هو المونبليارد والسمنتال والبراون وفيه النوع الثالث اللي هو التالي براون كاو مش دي اللي هي السلالة الفرعونية الأديمة لا هي دي سلالات وعلى فكرة معظم فعلا السلالات دي قال مع حضرتك هي أساسا متاخدة من مصر من مصر هي زي الجموس أساسا بس هم مشتغلوا عليها وطوروها فبيتم التحسين أنت بتستورد التحسين ده المحسن وعشان كده أقول لحضرتك احنا مش هنفضل مدى الحياة نستورد يمكن توجهات فخامة الرئيس بإيه بقى بعملية تمصير هذه السلالات مع سلالتنا المحلية المتقلمة مع الظروف الجوية والمقاومة للأمراض المنعتها علي بيحصل الخلط والتهجين ما بين السلالات علية الانتاجية دي مع سلالتنا المحلية للحصول على سلالات ممصرة علية الانتاجية ومتقلمة مع الظروف والمناخات المصرية وتحددين انتاجية ألبان أكتر انتاجية ألبان وانتاجية لحوم طبعا أفضل وأكتر ومش هستورد تاني خلاص وبعندي سلالتي المنتجة الكده في المقابل والدولة بتمشي بفكرة تنمية الرؤوس المواشية في حد بيقولك دلوقتي طب ما تستورد أحسن لأن الرأس الماشية الواحدة بتستهلك خمس تلاف متر مكعب مياه سنويا لو أكلها يبقى أنت هتضيف دي المياه دي وقيمتها وإحنا عندنا نضرة في المياه معه 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 طب ما تستورد العجل أحسن بقى طيب إحنا حالتك ماشيين بالتوازل زي مالت الحالتك إحنا بنستورد بالفعل يمكن العجول اللي بيتم استراضها بيبقى وزنها تقريبا في حدود 250 كيلو تزيد أو تقل ما أنت هتزود عليها هنا آه بجبل غاية متوصل إلى 400 كيلو على الأقل مش دا بياخد سنة لا 6 شهور 8 شهور بالكتير قود دا مش استهلاك مياه أكتر طيب استهلاك مياه أكتر هنا ولا لما من عمر يوم يعني من عمر يوم لا هي بتكلم على سلالتنا المحلية أكتر ولا دوت زي دين معدلات نموه هنا دعف معدلات نموه برضو حيوانات المحلية يبقى أنا وفرت 250 275 كيلو بدأت بيوم ولا أبدأ بعمر يوم أنا كل دوت وفرت يبقى مثلو 50 أفضل الحاجة الثانية ممكن إحنا تركزنا ودية فقامة الرئيس وتحسين السلالات اللي إحنا على إنتاج الألبان فإنتاج الألبان بطبيعة الحل هي بتالد نسبة من الزكور ونسبة من الناس نسبة من الزكور هتبقى متخصصة في إنتاج للحوم برضو وأصبح عندي كده زكور وحيوانات متخصصة في إنتاج للحوم والإناس اللي تتولد برضو هتبقى عالية الانتاجية وعالية الإضرار في إنتاج الألبان فاكر حالك مشروع البتلو بتاع التمانينات تمام توقف ليه حتى نستفيد منه في مشروع البتلو الحالي طيب يمكن هو توقف بسبب بعض الأمور المتعلقة بالتغذية المتعلقة بالإكراد المتعلقة بالتمويل بالدور التوعي والإرشاد نفسه لكن عاز أقول لحضرتك لما أهدت ولذلك المشروع دوتا احنا بنسميه إحياء المشروع القاوم البتلو أحياء المشروع القاوم بدأ منتصف في 2017 زي ما أقول لحضرتك المبلغ اللي كان مخصص ليه في الوقت دوت فقط 100 مليون جنيه وعلى فكر أول ما بدأنا فعلا وجهنا صعوبة يعني أول ما بدأنا كنا بننادي بالفعل في المساجد وفي مراكز الشباب وفي كافة مدريات الزراعة ومدريات الطب البيطر والإدارات الزراعية النهاردة الحمد لله وصلنا زي ما أقول لحضرتك الأعادات عليه إقبال غير مسبوك ومحقق نجاحات اللي هو المشروع عموما اللي هو يعني 41 ألف مستفيد و461 ألف رأس الغاد دلوقتي وعلى فكرة لا زلنا يعني الموضوع المشروع لا يتوقف لكن بيتزاين الجمعيات الأهلية أو مجتمع المدني لما شارك مع وزارة الزراعة وابتدى ياخد الأصول الغير مستغلة سواء كانت مزارة تابعة لوزارة الزراعة أو تابعة المركز البخوص ورفع من كفائتها ورفع من مستواها وحسن منها وأصبحت عنابر وحزائر على أعلى مستوى بيربى فيها حيوانات للشباب وصغر المربين اللي ما عندهمش مكان أو اللي هم ما عندهمش خبرة كفاية عايزة أقول لحضرتك أن في نهاية المشروع معظم هؤلاء الشباب وصغر المربين قالوا إحنا الحمد لله دلوقتي قادرين على أن نتملك مشروع لوحدنا قادرين على الرعاية والتربية والتغزية والإدارة وخلافه ورفضوا ياخدوا قرد للمرة التانية وسببوا الكرود لغيرهم وغيرهم فعايزة أقول لحضرتك بالفعل هو الحمد لله مشروع القومي اللي بتلو محقق نجاحات وكمان خلينا أقول لحضرتك في عجالة في مطلع 2020 إحنا من خلال ما لدينا من قواعد بينات دقيقة توقعنا أن انتاجنا من اللحوم الحمراء يكون 52% وعلينا استراد من خارج 48% 2020 وما كان فيها من جاية كورونا إحنا شفنا في الوقت اللي كان الدول العالم فيه عندها مشاكل في اللحوم الحمراء وفي الصروة الحيوانية وفي مصادر بروتين الحيواني المتعدد إحنا الحمد لله ما كانش عندنا لا مشاكل ولا كان عندنا زيادة في الأسعار هنا كذا حاجة وكذا نتيجة قدرنا نطلع بها المربو والمنتج المصري قادر على أن يجابه أي ظروف وقادر على أن يتحدى الاقتصاد في الصروة الحيوانية وفي الزراع اقتصاد مرن قادر برضو على المواجهة أنا بتكلم فيما يتعلق بمصر بالتحديد قادر على المواجهة وقادر على النجاح وقادر على الاستمرارية إحنا مش بس محمد بي حفظنا على انتاجيتنا دي إحنا علينا من انتاجيتنا كمان في الظروف اللي كانت دول العالم بالكامل بتقل من انتاجيتها إحنا زدنا من 52% ل 58% دوت لإن عندنا قواعد بينات سليمة وعندنا إدارة سليمة وعندنا قيادة كلنا بنالتف حوليها وعندنا تكاتف ما بين المنتج والمربو والحكومة والشعب هنطلع فاصل بعد الفاصل عيب عندي أسئلة مهمة لضيف دكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية السروع الحيوانية بمزارة هزا كلمه عن كيفية الاهتمام بصغار المربين يعني في وقت من الأوقات انهار السعر تماما والمربين شد في شعرهم لأن الحكومة كانت بتستورد عجول من الخارج فطرحت بزيادة معروض عن الطلب فانهار السعر ثم أيضا عايز أكلمه عن أسباب ارتفاع سعر كيلو اللحمة إذا كانت إحنا محققين اكتفاق ذاتي وصل ل60% إيه اللي مخلي اللحمة غالية اليوم من دول لكن قبل ما نطلع فاصل نشوف تقرير عدو المصر الفندي فريل إعداد مع أحد المربين عن السلالات المحسنة ونرجع تنمي السلالة الجيدة دي أنا ما كنتش واخد فكرة عنها أو معلوماتي أو عنها أنا دخلت وروحت اتفرقت وزورت مزارع كتير قوي بيشتغلوا بكم كبير استراد لقيت إن الفرق ده بالظبط ما يقلش جودة عن البلد بتاعنا بس فيه امتيازات تانية أكتر إحنا المفروض ندعم البلد بتاعها ده خلاص وهنعالج أموره وهيبقى وجوده موجود ما ينفعش لكن البديل اللي يخلي الأسعار ما تترفعش في وجود ما تقلش عن الكواليتي بتاع البلد أنا شايف إن السلالة دي كويسة اللي السبب جاي متحصنة منعتها كويسة أهم في القصة دي كلها تحويلها التحويل بتاعها يزيد عن العجل البلدي البقري بتاعنا الضعف وكلمة الضعف دي بتقلي من مصاريفه بتقلي من العمالة بيديني رد فعل أكتر لحمة أجود دهناها قليل هي جيناتها كده دهناها قليل فده أحسن للجزار أحسن للزبون أوفر للزبون وإحنا لازم نحط الزبون أو العميل في المقام الأول طيب يبقى أحسن له فلوس وسعر لا أحسن له فلوس وسعر وجودة بجد السيادة الرئيس اهتماماته وحط ده في المقام الأول واعتبره ملف رئيسي زيه زي أي ملفات اهتم بيها النهاردة بيدعم السر والحيوانية بالسلالات دي عشان خاطر ينزل الأسعار وتتواجد وكل ما التواجد يكون موجود كل ما السعر بيقل كل ما يحصل منافسات الكسطة كلها الجودة عاملة إيه الجودة ممتازة مشروع البطلو كرار صائب من زمان لأن النهاردة العجل البطلو وجوده مش مهم قوي في عمر 30 يوم 40 يوم 50 يوم لكن النهاردة عما يتربى ويكبر ويبقى عجل هيديني مساحة اللي أنا أكل بيه 100 زبون 200 زبون هيبقى عجل بلدي هيبقى عجل بلدي من بطلو الجبيل طب دبحوا ليه صغير مقترحات أول حاجة برضو نحافظ عن السر الحيوانية البلدي طب اقترحاتي اللي إحنا نحافظ على عدم دبح الإنس لأن الإنس الدبح ده الطامة الكبرى دلوقتي الإنس الزوائيارة اللي هي مؤهلة إنها تكون أم بتتدبح يبقى الانتاج الحيوانية هيجي منين تأمين الموشي دوت المفروض يحصل لأنه مش عايزين حد يتجرح هيصرف عليه 2000 جنيه تأمين أحسن له من موته فالتأمين ده مهم جدا 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 لازم يتأمن عليه تأمين صغار المزرعين ده ده مهم جدا لسبب لأنه برضو الفلاح فهم أكتر بس ما فيش فلوس النهاردة الكروت هتريحه بس توفيره يعني إيه يعني نحاول نسهل الطرق الكروت عشان خاطر مش كل فلاح عنده سجل وتجار وعنده بطاقة ضربية وعنده شو لا 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 نسهل عشان ده هيكمل مشوار الصرح الحيوانية مجدر التحية لحضراتكم حواري لازال مستمر مع الأستاذ الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الصرح الحيوانية بوزارة الزرع قبل فاصل كنت بسأل حضرتك مع كل الأنشطة دي وتواجد اللعوم الوفرة وارتفع الاكتفاء الزاتي من 35% ل60% في بحر 8 سنوات لكن كله اللحمة سعر وارتفع ووصل لحد 20 جنيه في الأحياء الشعبية طب أنا أتكلم في عجالة عن الأسعار مصر جزء من العالم مش منفاصل على العالم التكاليف الإنتاج والتشغيل على مستوى العالم من طاقة ووقود ونائل وشحن وتكاليف كمان مواد الخمات والمواد التي تدخل في صناعة العلاف تزايدت ويمكن تزايدت لما يزيد عن 50% صناعة العلاف الوحديها بتمثل من 60% لـ 80% من جملة تكاليف التشغيل ومصروفات إنتاج أي مشروع سواء كان إنتاج حيواني أو إنتاج داجين إحنا لو هنتابع دول العالم بالكامل أي زيادة على مصروفات التشغيل وتكاليف الإنتاج يتحملها المستهلك إحنا عندنا حضرتك نلاقي إن تكاليف التشغيل زادت بنسبة وصلت لـ 50% ومصروفات الإنتاج زادت بنسبة 50% عالميا لكن إحنا عندنا الزيادة لا تتعدى لـ 10-12% أنا بتكلم فيما يتعلق بالصروة الحيوانية والدجين لازم حضرتك نحافظ على المنتج والناتج والمنتج المحلي بمعنى فيه نقطة التعادل لازم أحقق هاله نقطة التعادل ديت اللي هو يجيب ما صرف يجيب اللي كلفه ثم هامش ربح بسيط لو المنتج المحلي والمرب المحلي محافظ على هذا هامش الربح البسيط هيهجر الصناعة بالكامل هجر وطرق أي منتج أو أي مرب الاصطناعة هيكلفنا احنا كدولة كتير جد لاني مطلوب مني ان انا استورد مكان كل واحد مش في الوقت اللي احنا بنسعى وبنحلم مش بس نصل للاكتفاءة ذاتي لا اكتفاءة ذاتي بل نصدر بعد كده واحنا الحمد لله ماشيين سليم يمكن الحاجة التانية بقى بتكلم احيانا فعلا بلاقي بعض المنافذ مبالغ في أسعار وبعض القلة من عدماء الضمير بيبلغ في أسعار الحمد لله دلوقتي الدولة لها العديد من المنافذ الحكومية اللي تبيعها لوزارة التموين تبيعها لوزارة الزراعة تبيعها لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الأمان للمحليات علينا اللي احنا وجميع المنافذ دي تبيعها للدولة سبتة ومتحركة وتغطي كافة ربع وأرجاع الجمهورية المنافذ دي موجودة مش علشان تنافس الكطاع الخاص ولكنها موجودة عشان تعمل توازن واتزان في الأسواق العديد والكثير من الكطاع الخاص يراعي ربنا ويراعي ضميره بيبيع بأسعار متزنة ومناسبة إذن في زيادة مبررة ومناسبة ومقبولة وفي زيادة غير مقبولة الزيادة الغير مقبولة والمنفذ اللي بيبيع بسعار غير مقبول علي أن أهجره بالكلية حروح ليه حالك بتقول لابد من الاهتمام بالمنتج والمنتج والحفاظ عليهم طبعا طيب صغار المربين صحي وفجأة من قرابة سنة ولقوا الأسعار العجول اللي ربوها بتتهاوى لأ دي كانت من حوالي أربع خمس سنوات ودي كان سببها الرئيسي عدم وجود قواعد بيانات سليمة وصحيح حضرتك خلال التافئ أن وجود تم استراض فجأة كمية عجول كثيرة كمية كبيرة من العجول وكمية كبيرة من الفراخ المجمدة كمان وبالتالي في الوقت دوات أنا فاكر أن كانت اللحوم بتتباع السعر الحي حوالي 30 جنيه وأقل وكانت الفرخة بتتباع بأقل من 10 جنيه على الرصفة فمع ذرة أنا ما أفرحش بسعر رخيص بسعر رخيص النهاردة هيفرحني لكن بكرة زي ما بقول لحضرتك يا أبغيالي جدا وفي الوقت دوات على فكرة حصل مشكلتين العديد من مربين الدواج نهجروا الصناع وتركوها لأنه بيخسر والعديد من مربي ومنتج السعر الحونية زبحوا الإناس كمان ودي كانت مشكلة زبحوا الإناس اللي هي هتجيب لي بعد كده خلفات سواء كان عجول أو عجلات وهتنتج لبا فهنا كان فيه مشكلة ودي كانت واضحة جدا أنا ما فرحش بسعر رخيص ولازم يكون فيه توازن واتزان فيه استراد وارداتنا والحمد لله دلوقتي وارداتنا من خارج لا نستورد كيلو واحد جرام من لحوم ولا رأس واحدة من ماشية إلا لو أنا محتاج لا نستورد إلا احتياجات والحمد لله لأنه أصبح فيه لجنة دلوقتي ومشكلة بقرار دولة رئيس الوزراء لجنة خاصة لاتزان في صناعة الدواجن ولجنة خاصة للتوازن والاتزان في صناعة السر والحونية دي برئاسة معي الوزير والسيد نائب الوزير مقرر اللجنة كنت قد قرأت بأن كيلو اللحمة الحمرة بيستهلك في حدود 16 متر مكعب مية سنويا علشان أقدر أعمل الكيلو ده طيب هو أنا ليه أربي وإحنا ليه ما بنروحش نعمل اتفاقات مع دول مجورة بحيث أن أنا أخذ مساحات وهي دول مطيرة طول العام وأربي فيها المواجد واجبها مصر تاني طيب هو فعلا ده ملف شغال عليه الوزارة الزراعة شغال عليه بس برضو خلينا نتفق أنه لازم يكون عدي أنا اكتفائي بتاعنا وبالتالي اكتفائي اللي يخصيني أنا من البروتين الحيواني إيه مصدره بقى المتعدد سواء كان أسماك أو ألبان أو بيد أو لحوم أو دواجن لكن في الآخر أنا عايز كمية معينة تكفيني من البروتين الحيواني وهنا كل دولة تبقى لإحتياجاتها وتبقى لزروفها بتكيف أمورها وبتعمل الاستراتيجيات اللي هي بتنسب لكن حتى وقف بس عايز أشرح لحضراتكم الجملة المهمة اللي بيقولها دلوقتي الدكتور طريق سليمان الدولة بتيجي تقول أنا المواطن عندي محتاج كام جرام بروتين حيواني يوميا مصر بتقدر ده بكم جرام تقريبا العالمي في حدود 48 جرام 48 فأنت محتاج كإنسان 48 مصادر إيه البيض اللبن الأسماك الفراخ اللحم الحمر فكل دولة تقعد تعمل ميزانيتها لو هي جابتولك نص بيض ونص فراخ خلاص هي مش قادرة تجيب لحم النار يعني 10% الحوم 30% ألبان وهكذا دي الجملة المهمة اللي بيقولها دكتور طاري فضل بالزبط إحنا دلوقتي لو 48 جرام يوميا حجم الاستهلاك العالمي للمواطن يوميا في العالم إحنا بنحق منه كم في مصر إحنا مقربين جدا إحنا تقريبا حوالي 42 جرام 42 جرام موزعين يعني إحنا كحكومة عارفين البط كامل لبن كامل فراخل طبعا طب نهتم بإيه تاني على حساب السروة الحيوانية لا إحنا الحضرتك يمكن حضرتك شايف إن الدولة والحكومة المصرية ماشيين بالتوازي باهتمامات في كل الحاجات يمكن برضو إحنا إزاي ما بقول لحضرتك المشروعات القومية دي مثلا المشروع القومي لتجميع مراكز تجميل البان مشروع القومي لتطوير مراكز تجميل البان وشوفنا اهتمام في قامة الرئيس الغير مصبوك بهم مراكز تجميل البان دي المنافس التسوقية لصغار المربي ماشية اللبان هما بيمتلكون تقريبا من 60% لـ 80% من جملة ما لدينا من صروة وحيوانية باختصار اهتمامنا بمراكز تجميل البان هو اهتمام بالصروة الحيوانية هو اهتمام بصغار المربيين طب صغار المربيين بنعمل لهم ايه معه يعني هل اللي بيربيله عجلين ده لا تقدر بحال ومكسب في السنة لا ده لا بيربي عجل واحد هو اللي حضرتك يمكن الاسبوع اللي فات في اه او الاسبوع اللي قبل فات بالتعديد يوم 6 تم عقد بروتوكول ما بين وزارة الزراعة ووزارة التموين ووزارة التضامن الاجتماعي لتوزيع مشروعات على الصغار المربيين والأسر الأكثر احتياجا في قرى حياة كريمة باختصار المشروع دوت عبارة عن رأس ماشية سنوية الغرض مستوردة متميزة ومتميزة في إنتاج الألبان واللحم مقارنة بسلالتنا المحلية وتناسب صغار المربيين ومعها مكنة حليب آلي متنقلة ومعها خزان او تنك لتبريد الألبان وحفظ الألبان مبرد هي تحمل هنا تلت المشروع دوت التلت تكاليف المشروع وزارة الأوقاف من حل ترد ووزارة التضامن تتحمل التلت التاني من حل ترد والتلت الأخير يسام بي المستفيد بقرد من البنك الزراعي بخمسة في المية ما كانتش موجودة خمسة في المية وعلى عدة سنوات طبعا وزارة الزراع بتوفر كافة الدعم المالي والفني واللوجستي مع الصغار المربيين هنا باختصار فإنما احنا حولنا الصغار المربيين الأسر الأكثر احتياجا من مطلق للدعم إلى منتج هنا كمان المفهوم بتاعنا إن مبادرة حياة كريمة تنمية ريف المصر مش فقط تنمية تعليم وصحة وخدمية تعليم وتنمية خدمية لا ده تنمية كمان والاهتمام بالحياة الحياتية وظروف الحياتية والمعاشية لصغار المربيين وللأفراد وزيادة دخول إن شاء الله قريبا جدا هتسبع برضو عن بروتوكول هيتم مع أحد الجامعات وديت الوصة بيها والوجه بيها في خامة الرئيس مع أحد الجامعات برضو من أجل صغار المربيين 6 جرام الفر هنقلصهم إمتى من 2 و 40 جرام كل يوم أقول لحضرتك أنت ساعدتك قلت إن إحنا من سنة 13 إلى 14 عملنا طفر 25 في المئة فكل يوم حضرتك إحنا انتجياتنا دواجن سواء كان في اللحوم سواء كان في الألبان ومش بس على فكرة هنقلصهم إحنا هنقلصهم وهنصدر وابتدينا في تصدير بعض الحاجات زي نتمنى ده في نهاية لقائي باشكر ضيفي الكريم وأستاذنا الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الصروة الحيوانية بوزارة الزرع شكرا جزيلا لحضرتك شكرا فن بس نعايز أقول لحضرتك حاجة احنا عايزين بقى يعني يعني أوعدك قريب جدا يبقى المصري البرينس المصري الباش يعني الفان دي ده ولا إيه رايح كل سهل وحريك طيب حالات انتهت معاك وشوفكو على خير إن شاء الله الخميس القادم من عشنا وكل ليلة عمر سلام وعليك